برضو الجماهين الوفية الحقيقة اللي حضرت المباراتين بالأمس والنهاردة باعتبرهم دايما العامل الأساسي والرئيسي في الانتصارات والتواجد على منصات التتويق فشكرا دائما لجمهور النادي الأهلي على هذه الوقفة طيب كابت الخطيب النهاردة الحقيقة أيضا بيبارك لرجال الطائرة بفوزهم في كأس السوبر ومن خلال حضرتكم الخطيب يهنئ رجال الطائرة بكأس السوبر عبر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال وجهازه الفني خلال المباراة النهائية لكأس السوبر مساء اليوم والتي انتهت بالفوز وحصول النادي الأهلي على البطولة للموسم الثاني على التوالي وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية لللاعبين فضلا عن الانضباط الفني والسلوكي وتقديم مستويات تليق بالأهلي وجه مهيره الكبيرة وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي خاصة أن الفريق سوف يخود منافسات بطولة أفريقيا بعد عدة أسابيع وجدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل لللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية من أجل استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقرية دي كانت تهنئة الكابتن خطيب لرجال الطائرة خلي بالحضراتكم كابتن محمود دايماً نقوم كابتن خطيب لما بيجي دايماً يهني بيهني وبيحفز يعني مبروك عملته أداء كويس جداً وكل حاجة ولكن كالعادة يعني الكاس في الدولاب اللي جاي خلي بالكم من اللي جاي ومش بيحفز الطائرة بس بيحفز الطائرة والسلة واليد وكل الألعاب والجنباز كل الألعاب لأنه في النهاية عندنا 70-80 مليون أهلاوي عايزينك تكسب كل الألعاب وتكسب كل حاجة والسنة اللي فاتت بعد نهاية الموسم الاستثنائي كابتن محمود قالها ثلاث مرات قال لنا خلي بالكم السنة الجاي أصعب السنة الجاي أصعب السنة الجاي أصعب ثلاث مرات قالها في الحديث عندما كان يتكلم في الحفلة بتاعة الأهل الاستثنائي فعشان كده بقول لحضراتكم دايماً إنه نخلي بالنا لأنه اللي جاي دايماً صعب كسبنا بتلتين في السوبر مبارح فرحنا بالسيدات النهاردة بنفرح بالرجالة إن شاء الله اللي جاي أصعب نقفل ونشوف اللي جاي حيبقى إيه ألف ألف مبروك لسيدات الطائرة السوبر والفوز على نادي الزمالك هذا نادي الكبير الفوز على نادي كبير بحجمه وبإسم نادي الزمالك أيضاً على الجانب الآخر الرجال ألف ألف مبروك ويستحق الفوز ويستحق ثلاث شواط الحقيقة أحلى من بعد ثلاثة واحد